سبوتز مع أنوار سالم بحلم أنا بحلم بحلم أنا بحلم تحت المطر في ضل الشجر وقت الغيوم حر المصايف برد الشتاء وفي كل يوم فرحان وبدحك حزين وبدحك شاي الهموم بحلم أنا بحلم من فينا ما بيحلمش عايش مع الأموات يسكت ما يتكلمش يسمع صدى الأصوات جاهل ما يتعلمش بيفكر في اللي فات بحلم أنا بحلم بحلم أكون علم إنسان معروف مشهور ماسك في إيدي ألم أنضيبه تحت السطور وانسى ماضي الألم لكن ما بقاش مغرور أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبوتز مع أنوار سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير تحية طيبة مباركة والنهاردة معدنا مع حلقة جديدة من حلقات البرنامج وبإذن الله تكون حلقة متميزة إن شاء الله النهاردة على غير العادة بظهر مش في فقرة ديكتاتورية حوارية دردشة كالعادة لإن معايا عدد كبير إلى حد ما من الضيوف وعدد من المواهب النهاردة بدأت بحلم وغيرت نظام البداية لأن بدايتي كانت في برنامج اسمه بحلم من حوالي ست سنين وكنت بقدم مواهب شابة وأقدمهم وأقول اتفضلوا حطوا رجليكوا على أول الطريق عشان النهاردة نجيب مجموعة من الشباب ومن خلال مسمة مسابقة للمواهب لبرنامج سبوتس مع أنور سالم كان المفترض أن احنا نجيب الفائز مباشرة في الحلقة ولكن احنا قررنا أن أقدم معانا الستة الأولانيين يكونوا موجودين معانا النهاردة عشان ندعمهم ونقيدهم ونقومهم قبل ما نقيمهم ونوريهم لحضرتكم نشوف كده معانا مين النهاردة معانا سعد زيكا سعد معانا منا علياء معانا إسراء معانا رئيسة معانا فاطمة منورين وعشان وقت الحلقة ونكسب وقت ونبدأ نشتغل هنبدأ نعرض المواهب وتعالوا نبدأ طبعا بخير بداية وهي القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم والبداية هتكون مع إسراء شعبان فضالي إسراء عرف نفسك الأول أنا اسمي إسراء شعبان عندي 17 سنة من محافظة الفيوم وبلقي شعر وبكتب بس أنا لغير نهاردة عشان أكرا أكرا طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خزها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق الله العظيم صدق الله العظيم فتح الله عليك إسراء آيات من الذكر الحكيم سمعناها واستهلنا بيها وإن شاء الله تكون بداية كويسة للحلقة النهاردة وإن شاء الله بيكون فرصة تانية نسمع فيها بقى الإلقاء بتاعك إن شاء الله ونشوف وتابعوها يا جماعة بتلقي شعر كويس وتبتب شعر تابعوا أساميهم طبعا أكيد موجودة على صفحتهم تابعوهم نبدأ بمين بعد كده نروح لمين من المستعد جاهزين كلكم يعني طيب نروح للرئيسة بسم الله الرحمن الرحيم اسمي رئيسة عاطف عندي عشرين سنة من محافظة البحيرة بقول شعر وبكتبه بسم الله الرحمن الرحيم القصيدة بعنوان أنا ابن مصر احنا منتظرين فضل مش كل تغيير بيكون للأفضل ممكن جدا يهدم فيك ويخليك دايما متأخر على سبيل المثال نذكر حال حال الجامعة من مركز علم ونقل حضارة الوطن العربي لهي صوميغة نقل الخيبة من المجتمع الغربي طب فين شوقي وحافظ ومجدي وزويل مكتشف الفيمتو ثانية أهم دول ولادك يا أم الدنيا أما شباب الأيام دي برضو ولادك مش نفاق بس حال الابن العاق برك يا ابني تعيش في أرضي لغاية ما تكبر بعدين تبني لتاريخ وتكبر اسمي واسمك في العالم يذكر مش هفرح بيك يوم ما تعمل عرفديك أو تلبس شيك من أرماني أو جرفاني أو تنفورت وعقلك شارد ودمك بارد ده بيتحضر وده البلد وبيبر وانت واقف محلك سر وزرعك شر وطرحك شوك مش ابن خلوق مش كل عقوق مد الإيد أو طول اللسان ممكن جدا تكون غلطان لما تضيع أفضل فترة في خيبة وغفلة ده الإنسان يولد بالفترة عنده غريزة الإعمار وانتوا صغار كنا منغرس حب وخير نشيد جميل نرفع اسمك يا بلدي جيل بعد جيل ده حالك أحسن من غيرك لو شفت دمار ولو رست الاستعمار تنمى هموم في قلبك نار من محتلب ياخد خيرك واحد غيرك متوفر له سكنه وأمنه لقمة نظيفة هموم خفيفة سكشان فيزيا وتسليم شيك ده أكبر همك وفي الفندية أنا هلبس إيه؟ فض دماغك من اللي شغلها وقرى تاريخة بلدك خيرها كان على العالم بيكفين نذكر مثلا بالرهل الدول العربية أول طريق كان متسفلت بين مكة وجدة في السعودية منها هدية تهديد حازم لكريم قاسم واعتقرب من الكويت أعنات تنقذ الحجاز من فقر ومرض ما بين أكل وماديات بالألفات وما ننساش حفظها للغة العربية تبعت مدرسين للعرب المختلين يحيوا فيها لغة القرآن ويعلوا فيها شأن الدين أعجبتني مقالة للصحف السعودي جميل فارسي بعنوان هذه يا مصر العظيمة فمن أنتم؟ أرجوك تقراها كل عربي فخر بيها كل العالم طمعان فيها مصر حميها رب العزة والجبروت رب الملك والملكوت من كل طغوت بيتسلع الوطن العربي حتة بحتة أكيد مش صدفة يذكرها ربك في القرآن مصر يا ابني أغلى مكان سر وخزنة وخير وأمان افخر بيها قوم حميها عمر فيها جمع شملك وصل رحمك وحد وطنك انبث فتنك بكل فخر في كل قوان وفي كل عصر أنا ابن مصر تحية مصر تحية مصر شكرا دلوقتي احنا سمعنا إسراء إسراء من الفيوم وسمعنا رئيسة من البحيرة الجروب تاكسبوية رئيسة قطوف رئيسة قطوف رئيسة دلوقتي نروح دمياط وفاطمة من دمياط فضالي فاطمة عرفي نفسك فاطمة مجدل متولي سلامة محافظة دمياط سبعتاشر سنة قصيدة بعنوان كل الدكاترة لشام الجغ كل الدكاترة قالوا خير ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدوى ما احنا عارفين شهر مارس والهوى شوية برد ما يستهلوش والسنة بردو ما تنسهوش أول مرة شوف حبيبتي بتتوجعوا وبتتلوي وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي عجزتي أمه عجزتي أمه وشاغ جريدك دمت لسه ماسحة الشقة بإيدك عجزتي فجأة ومالك بيضيتي ليه يك حط بودرة مش كنتي أمه زي صامرة الدكاترة مش بيحكوا حاجة بيننا الدكاترة مش بيحكوا حاجة بيننا وأنا قلبي متوغوش وحاسس إن أمي فيها طب لو ما فاش يجنقلق عليه حجزوها ليه رسمت الدحكة بزيادة رسمت الدحكة على وجي وبزيادة دخلت عليها عرفاني ما أنا الكذاب كالعادة ومين يكفشن غير أمي ومين يكفشن غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخالعة بيدها سناني فعرفت فعرفت بس من عيني إنها شهادة وشهدت يجي ميت مرة وساعتها كل إحساسي اللي كان مقبوط طلع برة وهاجت ذكريات عبت عيني يا دموع وإحساس الطريق اللي ملوهش الجوع حاولت أخضعها واستهبل ما بجالك عمري بتمثل وهي معيشاك في الدور وصدقت إنها بتتخم يا راجل خلي عندك دم تحفظ عنيك وتقطيعك وتهتاتك وقالعيك مش هاين عليك الويل عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم كانت بصالي كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت وجوايا الكلام من كتره عد تسكوت كان نفسي أقول آسف أقول خجلان أقول ندمان أقول لك إني يا مايا بحبك حبي مش معجول معرفتش ساعد خل الحلق كان مكفول لكن القلب كان مفروض على قلبك وكان بيقول بحقه حرف آيات الله اللي حافزها على يدك ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك وفرحة خدي يا مايا هو نايم على خديك وقسملك باللجام حدي وجام حديك ما حبيت في الوجود جد جايد الوقت بتلهوك بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوك ما بنحسش ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين وتسرقنا الحياة ما نفوقش غير والموت مبك العين يا شاق جالجالب ومسافرة يا شاق جالجالب ومسافرة خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة نسيت نفسي وأنا آسف قالوا للغربة يا مماية بتعلم دروس وحياة وإن الغربة يا مماية دطوق ونجاح أدارية حزام ناسف وأنا آسف ومعدنا يا مماية في الآخرة وهي الدنيا إيه يا مماية حاجة ومنادة ومعاهرة خلاص خلينا للآخرة خلاص خلينا للآخرة حتى تكوني محلوة وعليك العين حسنتي حسنتي يا فاطن حسنتي يا فاطن شكرا دلوقتي تعالوا نروح من دميات نروح للفيوم وعلياء تفضلي يا علياء عرفي نفسك الأول يا علياء اسمي علياء حسين عبدالسطار 16 سنة الفيوم هقول قصيدة من تأليفي وقائي سنين بتعدي بلا أهداف الحسنتي يا فاطنة مفيش إنسان جاه على الدنيا ببلاش سخيفة يا دنيا سخيفة يا دنيا ملكيش مبدأ أنا إنسان عايش حياته مش عارف يبدأ سخيفة يا دنيا قراراتك بقى طريقك كل حوادث بقيت ماشي بخبط في الناس ولو وقع في يوم هنداس الناس عبارة عن أجسام ماتوا تروح جواها حياتك صعب تفصلها وهتتعب لما تلقاها بقيت ماشي بشق طريق وأنا مش عارف لقدان مع كل جرح فيها متخيط وكفون عناية بتعيط بقى كلمة عذاب هينا شوية ودموع بتزيد شوية بشوية ودنيا بتجيب وتحط عليها فين الحياة الطبيعية اللي عايشينها من لسه جناحه ما تكسرش هتعيش فيها ما تهزرش الحياة مش بتقبل أعذار هتعيش بحصار من حلمك ويا توصل يا ما توصلش عليها انتي بتقولي دايما ان انتي بشوف انا على السوشال ميديا ان انتي عاوزة تبقي مزيعة وتعودي على الكورسي ده وريني كده لو بقيت مزيعة تبداي حلقة ازاي فلنفر برنامج سواتس او برنامج ليكي ليكي اقلم نص دي السلام عليكم ازايكم اعزائي المشاهدين يا رب تكونوا بخير النهاردة معانا حلقة جديدة بتتكلم عن موضوع مهم جدا وبتتكلم عن المواهب بس كده طيب كيف هيك يا ده ان شاء الله يعليها تكوني مزيعة كبيرة وتكوني شعيرة كبيرة وكلكم تكونوا موفقين بإذن الله تعالوا بقى نروح من الفيوم نرجع تاني لضميات والوقتي الانشاد والغناء واصغر الموجودين معانا النهاردة منا بردانة يا منا طيب عرفي نفسك الاول انا اسمي منا طلاق احمد فوزي مدينة ضميات الجديدة عندي عشر سنين لما باقينا ما في الحرم كل اللي من حاجة حرم قال هالي ربه وكلمه وارتح من القاة والقالم سيدنا النبي كان وسطنا طب طب علينا كلنا وما ساح دموع المشتائين سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم وبعم حبيبك الكريم وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القريب وقف لنا أولاد الحلال وارضعنا بالرز الحلال كان الأدال هو الجواب وكأنه كان من صوت بلال الله أكبر للجامعة امشي في طريق أولا تاضية خلي الدوكال دايما عالي اضحى ما فيه عطف البريء هل تقول حاجة ثانية؟ أقول أقول الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه 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 انت عتريني يا من لا يعفو الذنوب سوى امي مش محتاجة حاجة لا الكلام ولا الهدية علمتني حاجات كتيرة بالسنين مش بالدراسة بالوراصة اللي علم فيها علم برضو فيا اللي ما قالتوش امي لي انها صبرت علي لما عشت سنين في غيرها كبرت ساوتها بغيرها كلبو الدعم الحسابي شفتها طلعت شباب بقيدو خنقه قيدو خنقه مكتش فرقه انزي لمشي اخرج اسرح لما بتأن ابن شوح كنت ادور وشي اوف هي نقصة كمان تقولي كنت فين رحتك سجاير ولا صليت النهاردة خش نام خش نام الساعة واحدة شفت حنيتها ضعف هي شرية بقلبي راضي دنيا دايرة وكسها فاضي كنت بشرف فيه سكرت ليه مسرة تخنقيني ليه مسرة تخنقيني يما مش وقت كسبيني انت هنا خلاص كبرت زهقت من لعبك معايا زهقت من خوفك علي من عينين عدك خطايا في جري حوالين الجنينة وخفها لما لليليل كنت تبصي بعين حزينة وكنت تقولي لسه برض في عيني عيد كنت انا معامل حسابي بكرة اصحى لقيها جنبي يعني هتروح مني فين بكرة هصلحها وهترضى بكرة انا طيب خطرها بكرة اقولها كلمتين بكرة جاب بكرة وبكرة والاسى في القلب راكز امي ما اسمعتش مني طول حياتها اللي عاوز امي في المطبخ كلامها تافي تغبطي الازايز كنت سامع صدق رزنا واما تليفونا يرن رضي يا ابني من اللي طالب عمري مهتمت بسن كنت علصت الاغاني كنت ليه دايما اناني كالتعاتبني بحز يا ابني محتاجة لسندة يا ابني محتاجة لسندة بصوا شوف الشعر شايب ايوا بيتي كان له قندة ايوا بيتي كان له قندة عشت فيها وكل وشارب عمري ما اهتمت بحاجة امي تفتح امي تقفل امي تطبخ امي تغسل امي تعمل كل حاجة من رضاع الحد وقتي كنت بكبر سنتي سنتي وهي احساس الشبع امي يا اخر سفينة بابتسامتها الحزينة كب تسقين الدلع السنين طلبت بقتها ياللي مش عارفين قيمتها امي حصلت الوجع امي قابل النوم بتدعي مش عشانها كان عشاني اللي عالت تسريحة ده مش دواها دي حاجات ضيعة ولاقيتها زي سبحتها وحاجتها نضرتها كل شي اواخذ رحتها وفي حاجة مخوفانة ابتدى احساسي يصحى السنين عالوش واضحة رعشة الايد اللي شالت والكلام ممزق بكحة زي شجرة عشان تظلل الغصون لازم تميل الاساس هي ولولاها كان زماني زرع ميلة امه ابتقد الدوا بالغصب محيلة يما ليه ظهرك كده يما ليه ظهرك كده في الهم ليه شيلة رضي يا بيت الدعاء ابنك الاصغر عروق تودكت فكرة لما كان بيحبي بربعة فكرة ضحكه اغنياته فكرة دعواتك عشانه النهاردة العمر خانه ذكرياته امنياته حلمه ألمه سنين حياته تخلى عنهم فألا اول مرة يفهم معنى ام ام يعني التضحية يخض عمري كله بس اخر امنية يا ملاك المتمحل يا ملاك المتمحل سبها بكرة سبها بعده سبها اسبوع سبها شهر سبلي فرصة نفسي اسمع تاني يا ابن اللي ما قالتوه شمليا انها كتعرفة ان في يوم هسيبها او هتيجي في يوم تسيبني شكرا احسنت يا سعد احسنت بصراحة يعني حركت جوانا مشاعر اه الحقيقة نفسي الوقت يبقى طويل معنا العرض المواهب لكن احنا هنستفيد من الوقت الباي فان احنا عاوزين نكرمكو سريعا ونقولكو شكرا على اللي انتو بتعملوه احنا معنا شهادات تقدير مقدمة من البرنامج ليكو معنا جوائز تسكرية مقدمة ليكو جميعا من مكتبة حكاية بدميات الجديدة نشكره على رعايته للمواهب ونرجو ونتمنى من كل الناس ان يتقف جنب المواهب وطرعاهم ويبدأوا يدعموهم ويقدموهم مش لازم تقوموا وتقولوا هنقيمهم لا نقومهم الاول ونعرفهم ونحطهم على اول الطريق الصحيح ونقولهم يلا بينا عشان تكملوا حلمكم زي ما بدأنا بالحلم هنكمل معا بعض الحلم وهننهي بالحلم واحنا بنوزع الجواز اول حاجة هنقدمها لمنا عشان منا احنا مطلبين منها طلب تاني منا مبروك يا منا اتفضلي اتفضلي يا منا مبروك لحد ما احنا نكمل توزيع الجواز منا هتقول لنا حاجة دلوقتي عن الحلم وفي الخلال دي انكن نوزعنا الجواز ونسمع من منا حاجة بتقولها وبعدها ان شاء الله نختم الحلقة تفضلي يا منا وهي بتقول كده احنا هنكمل توزيع الجواز بتاعتنا معانا رئيسة انا عندي حلم في يوم اكيد هقدر وطول بعد سنة انا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجامة بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان ووصل لأحلى مننا الشمس نور عشان يبقى لازم تكون الدنيا قابل ومضلمة المستحيل وهم في خيال كل اللي سابه الأطرفات بس اللي يتعب في الزمن ده بكرا يعمل معجزات يفرق معانا كل حد وكلين بتشدنا وازاي في ناس وقفين ورانا بدون سبب بتحبنا وما كان مع حلمي كنها روح دايماً هناك في حلمي مستنيني على خط النهاية ومن غير مد احداك حد في نحنا معاك هتكون في يوم بطل الحكاة شكراً يا منا وشكراً لكم جميعاً الاسبوتات اللي قدمناها النهاردة دي كانت حلقتنا وكانت سبوتاتنا حلقتنا خلصت لكن حلقتنا والمواهب اللي بنقدمها والاسبوتات اللي بنحطها لسه ما خلصتش انتظرونا في حلقات جديدة من برنامج سبوتس مع أنور سالم وفي الختام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة